رغض صدام حسين تفتح للعربية خزائن أسرار وأخطر فترة في تاريخ العراق تستضيف قناة العربية رغض ابنة الرئيس العراقي السابق الراحل صدام حسين في سلسلة جديدة وحصرية تبص يوميا اعتبارا من الأسنين المقبل وتكشف ابنة صدام حسين في سلسلة لقاءات يدرها صهيب شراير عن حقيقة رغبتها في القيام بدور سياسي في العراق بالفترة المقبلة كما تتناول في حدثها الوضع الراهن في العراق ووحدة شعبه في مواجهة التدخلات الإيرانية في العراق كما تتحدث أيضا عن تفاصيل الخطابات التي كانت تتلقاها من والدها أثناء محاكمته وعن مكان جثة صدام حسين الآن وتحدثت عن الذكريات التي جمعتها بوالدها صدام حسين وظروف زواجها من حسين كامل ترجمة نانسي قنقر